طيب مما هو معلوم بالنسبة للاكتئاب أنه نسبة الاكتئاب وفريكونسي والبريفلنس للاكتئاب بين النساء أكثر منه عند الرجال من مرتين لثلاث مرات فخلينا نشوف علاقة الاكتئاب بالهرمونات سواء هرمونات الذكورة بين قوسين أو الأنوثة فمثلا عند الرجال هذا الرسم يعبر عن الاكتئاب بين الرجال تمام هذا بحكينا يعني هذا بحكينا عن العمر من صفر إلى مئة سنة تمام هذا الخط يعبر لنا عن البرسنتج أوف تستسترون يعني التستسترون وبيعبر عنه الخط الأزرق مستوى التستسترون نسبة التستسترون وعلى اليسار اللي هو اللي هو نسبة الاكتئاب بين قوسين فنجد أنه الرجال خلال فترة الطفولة والبداية البلوغ تمام بيبدأ يرتفع بعد فترة الطفولة يرتفع شكرا لنخكي فرصة الاكتئاب عند الرجال لا بعد البلوغ بعد البلوغ خلاص تبدأ نسبة الرجال اللي عندهم اكتئاب أو خلينا نسميها فرصة الرجال اللي يصير عندهم اكتئاب بتصير مستقرة تمام فاللي عمره عشرين واللي عمره ثلاثين واللي عمره أربعين تمام يعني نفس الشيء وهذا لما يجي نقارنه بمستويات التوستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة هو اللي بيبدأ يرتفع بشكل كبير بيبدأ يرتفع وينبني خلال فترة البلوغ وبيبدأ كثير في فترة العشرينات ونهاية الثلاثينات وبعدين بيبدأ ينخفضين خفضين خفض لحد الخمسينات الستينات وبعدين بيبدأ ينزل نزول حاد بس الفكرة أنه بيكون موجود دعنا نجد أثر كبير جدا للتوستيرون على الاكتئاب اللهم في بدايته يعني هو بيصير فيه تغيرات كثير طيب شو بالنسبة للإناث الإناث في المقابل تمام هاي نفس الرسم تقريبا هذا العمر هون هذا هون نسبة الاستروجين مش التوستيرون الاستروجين وهاي الاكتئاب فنجد أنه الاكتئاب عند النساء تمام في الطفولة بيكون قليل تمام مع البلوغ بيبدأ يكثر يكثر نسبة الاكتئاب وبيصير بعدين يتذبذب وبعدين بعد التوقف الدورة بيقل نسبة الاكتئاب تمام طبعا نسبة الاكتئاب بين النساء ما نحكي نسبة الاكتئاب عند واحدة ما رأي تمام بس نفهم نجد أنه هذا نوعا ما مقابل لمستويات الاستروجين الاستروجين اللي هو بيبدأ مع البلوغ يكثر ويذبذب بحسب الحال ومش عارف ايش وبعدين بيبدأ ينقص بعد توقف الدورة من الملاحظ أنه صحيح الموضوع متعلق بالاستروجين بس مش متعلق بزيادة الاستروجين بقدر ما هو بيتذبذب الاستروجين ولذلك نجد فترات مثلا بعد الولادة اللي هو بيصير فيه دروب قبل فترة انقطاع الدورة اللي هو بيكون فيه شوية لخبطة في الهرمونات وتروح تيجي بشكل سريع فهي فكرة الفلكتشوويشن أو في استروجين يبدو أنه هي المتعلقة بالاكتئاب بشكل أكبر ولذلك من الاشياء التي تقال هنا أنه تقريبا نسبة الاكتئاب عند النساء قبل البلوغ هي مشابهة لنسبة الاكتئاب عند الرجال قبل البلوغ وبرضو النساء كبيرات السن مقابل للرجال كبار سن النسبة متقاربة لكن بينهما اللي هو في فترة المرأة بين قواتين اللي بتكون قادرة على الحمل وعندها الدورة وهيك النسبة الاكتئاب بتكون ضعفين لثلاث أضعاف ما هي عند الرجال أو فرصتها يعني ترجمة نانسي قنقر